موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كشك الصحافة سنطالع أبرز ما تناولت الصحافة اليمنية والعربية من تطورات في هذا اليوم في شأن اليمني نبدأ جولة الصحافة اليمنية من موقع تغنيتنا السعرض فيه الرئيس هادي يؤكد حرصه الدائم على السلام المرتكزي على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية عنوان الموقع أيضا سفير اليابان لدى اليمن يؤكد استمرار دعم بلاده لجهود الحكومة اليمنية لإحلال السلام وفي عنوان آخر مأرب البدء بعملية إزالة العشوائيات ومخلفات البناء من أجل مدينة نموذجية نتحول إلى تفاصيل خبر غارات على تجمعات لمسلحين شمال مدينة عدن يقول الموقع شنت مقاتلة تابعة للتحالف العربي غارة جوية على تجمع لمسلحين شمال مدينة عدن فيما أفاد شهود عيان عن تدمير مركبة وسقوط قتلى وجرحة من العناصر الإرهابية نقل الموقع عن مصادر إعلامية بالقول إن غارة جوية استهدفت مركبة عسكرية تقل مسلحين في مزارع جعول شمال عدن وقد تصاعد دخان من المكان عقب الغارة ننتقل إلى موقع يمن مونيتور ونطالع في صفحة رئيسية وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أهداف التحالف في اليمن تحققت ونقل الموقع عن صحيفة الدين ميل البريطانية داعش ينفذ تهديده ويصلب هنديا مختطفا باليمن في عنوان آخر مواطن سعودي يعفو عن مواطن يمني قتل أخاه قبل 15 عاما ومن عنوان الموقع أيضا مركز الملك سلمان يوزع 20 طنا من التمور بمديرية حبان بشبوى مجتمع ما بعد الحرب تحت هذا العنوان كتب عدن هاشم مقالا في موقع يمن مونيتور تحدث عن الشرخات التي تحدثها الحرب ويقول الكاتب ستنتهي الحرب في اليمن فلا حرب تدوم أبدا ومع كل حرب أهلية تنشأ تلك الهويات الفرعية التي تدين الهوية الوطنية الجامعة وتحاول محوها لتطغى كتفكيكة محبطة لأجيال ما بعد الحرب محاولة اختلافات الرأي والأسماء ومناطق العيش لتعود معها التقسيمات الطبقية والاختلافات الفكرية والعقائدية والأزمة السياسية إلى أزمة وطن يشعر الجميع عندها أن هذا البلد لن يتسع للجميع ولا يمكن إيجاد تعايش والتظهر كلمة المواطنة كغرابية تثير الشجون ومزاعم الخوف من مستقبل هويتهم الفرعية مرت اليمن ككل الدول بفترة من سقوط الدولة المؤدي إلى غياب الأمن الذي يؤدي إلى عودة الإنسان إلى الهوية الفرعية له باعتقاد أن الهوية الوطنية الجامعة هي التي أدت إلى الخلل الأمني والاعتقاده أيضا أن الهوية الفرعية تستطيع حمايته وهو مخطئ إذ أن الهوية الفرعية القائمة على العصبويات تؤدي لانهيار أمني في منظومة الجغرافيا والسيطرة بين الهويات نتيجة الصراع من أجل التمكين وبالطبع هناك فارق بين الخلل والانهيار في الواقع فقد دخل بعض المثقفين في عراك هوياتي الفترة الماضية واستمر هذا العراك لأيام ويشاطر بعضهم الآراء والتكوينات على المجتمعات الافتراضية مكونين لهجة من التفكيك لما بعد الحرب مستمرة بطابع الجدلية المعجونة بالكثير من الأيدولوجيا والمواقف المسبقة التي تزرعها وسائل الإعلام إتباعا متبادلين الاتهامات بالأسباب الموصلة والمتيقنة من الحرب على عائلات بعينها وبقاع جغرافية بمساحتها ولهجتها وقبائل موالية ومعارضة فانقسم المجتمع مع عراكهم وتفككت الروابط المجتمعية بلا إدراك نحو شروخ متعددة رأسية لأسع الفجوة في نسيج المجتمع نتحول إلى موقع المصدر أونلاين ونستعرضه في أبرز العناوين الرئيسية غارة جوية على مواقع لتنظيم القاعدة في منطقة الريان بمدينة مكلة بحضرموت إلى شرق البلاد الجيش يوافق على هدن في بيحان بمحافظة شبوة لدواع إنسانية والحوثيون يرفضون ذلك نتحول إلى تفاصيل خبر الدكتور اليمني الذي أختير أفضل أطباء دولة المجر ونقرأ في التفاصيل تحدثت العربية نت إلى دكتور يمني تم اختياره الأسبوع الماضي أفضل طبيب لهذا العام في المجر المقيم فيها منذ عشرين سنة وعلمت منه ما قد يستغربه الكثيرون وهو أنه اشتغل تسعة أشهر مجانا في مستشفى الحكومي باليمن حين عاد متخرجا كطبيب من هنغاريا وعندما حصل على ترقية بوظيفته جعلوا راتبه سبعين دولار فقط وتابع الموقع الدكتور عبد الرحمن عبد الراب محمد وهو من قرية عارضة شريع بمحافظة تعز حصد أعلى نسبة تسويت عبر الإنترنت على لقب مثير للحسد في بلاد سكانها عشر ملايين ومن بينهم الأجنبي الأصل وغريب جاءهم مهاجرا فمنحوه أفضل لقب طبي وفضلوه عم سوء ويواصل الموقع في تفاصيل أن عبد الرحمن قرر دراسة الطب بعد أن رأى أخته الطفلة نائلة تموت أمامه في إحدى قرى مديرية سامع بسبب قطعة معدنية ابتلعتها وتأثر بالفاجعة ومال لدراسة الطب بسببها ونجح بممارسته في بلاد بعيدة هاجر إليها وفتحت له دراعيها مرحبة ومنحته جنسيتها قبل تسع سنوات نذهب إلى موقع الموقع الذي نقل عن مصادر حوثية بالقول إتمام صفقة تبادل جثث لمقاتلين حوثيين وسعوديين وفي تطورات تعز معارك عنيفة شرق تعز والجيش والمقاومة يحبطان محاولة تسلل حوثية إلى السجن المركزي كما عنوان الموقع نقابة الصحفيين تستنكر محاولة الميليشيا فصل 38 صحفيا من وكالة سبا وإلى تفاصيل خبر الكامين الذي تعرضت له ميليشيا الحوثي في منطقة سمارة بمحافظة أب جاء في هذا الخبر قالت مصادر ميدانية في المقاومة الشعبية بمحافظة أب للموقع إن رجال المقاومة هاجموا طقما عسكريا لميليشيا صالح والحوثي في نقيل سمارة شمال المحافظة وأكدت المصادر أن عناصر من المقاومة في مديرية ياريم نفذ هجوما مسلحا استادفوا من خلاله طقما عسكريا للميليشيا في نقطة تفتيش بمنطقة بيت هديان في نقيل سمارة وذكرت الأنباء الأولية أن قتل وجرح من مسلحية الميليشيا سقطوا في الهجوم أباف الموقع يذكر أن مقاومة ياريم مستمرة في تنفيذ عملياتها النوعية ضد دوريات ونقاط وإمدادات الميليشيا التي تعبر من المنطقة من موقع نيوز يمن اخترنا أهم تطورات التي ركز عليها الموقع ومنها بحاح التفجيرات الإرهابية لن تثني الحكومة عن المضي قدما في بناء البلاد كما عنوان الموقع صدور قرارين جمهوريين بتعيين رئيس للمنطقة الحرة عدن ونائب لمدير عام شركة النفط في الجانب الإنساني منظمة الصحة العالمية 21 مليون يمني يحتاجون مساعدات إنسانية في شان السياسي فقد تناول الموقع تصريحات وزير الخارجية الكويتي حول جولة المشاورات الجديدة التي ستستضيفها بلاده ويقول الموقع أكد وزير الخارجية الكويتية شيخ صباح خالد الحمد صباح أن الاستعدادات جارية لاستضافات الكويت للقاء اليمني خلال شهر إبنير القادم وأضاف الموقع جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية حيث عرض وزير الخارجية الكويتي على المجلس الإجراءات التي تقوم بها بلاده لاستضافة اللقاء وتابع الموقع ورحب مجلس الوزراء بهذه الاستضافة معربا عن صادق الأمل بأن يسفر اللقاء المأمول عن نتائج إيجابية تؤدي إلى حقن دماء أبناء الشعب اليمني ليستعيد اليمن دوره المعهود ضمن أسراته العربية وينعم اليمنيون بالسلام والاستقرار نختم جولة الصحفة اليمنية من موقع الصحوة نت ونطالع في صفحة الرئيسية استكمال تنفيذ مشروع الإغاثة الطبية العاجلة بمدينة تعز كما عنوان الموقع شيخ المخلافي من مأرب تأخر الحسم بتعز مراده لغياب السلاح الكافي في العاصمة صنعاء نقابتا تدريس والموظفين بجامعة صنعاء تدين الاعتداء على قيادين قابي ومن محافظة دمار اهتم الموقع أيضا بحادثة اغتيال قياد إصلاحي ويقول الموقع أقدم مسلحان مجهولان باغتيال الشيخ علي سعيد الجملي العنسي أحد مشايخ مديرية مغرب عنس أمام منزله في حي الجمارك شمال مدينة دمار وقال شهود عيان إن المسلحين كان يسقلان دراجة نارية أثناء إطلاق النار على الشيخ العنسي أمام منزله بعد عودته من صلاة الظهر قبل أن يلوذ المسلحان بالفرار دون أن يتم التعرف عليهما وتابع الموقع وكان العميد العنسي قد تعرض لمحاولة اغتيال في عام 2001 نجى منها حيث تم إصابته برصاصة في الرأس وتم إسعافه إلى الأردن وعاد إلى دمار لممارسة حياته متنازلاً عن عمله العسكري تابعت الصحيفة تطورات السياسية المتعلقة باليمن حيث قالت صحيفة القدس في عنوان بارز لها خطوة متسارعة قبيل مباحثات الكويت بين الحكومة والإنقلابيين لترتيب وضع ما بعد استعادة الدولة ذكرت العديد من المصادر السياسية أن هناك خطوات متسارعة لإنهاء الحرب اليمنية مع اقتراب موعد عقاد المباحثات المقبلة بين الحكومة اليمنية والإنقلابيين وأن هذه الخطوة لا تقتصر فقط على إنهاء الحرب بقدر ما تهدف أيضاً إلى ترتيب ما بعد استعادة سلطات الدولة في اليمن وعلمت القدس العربي من مصدر وصفته الصحيفة بأنه قريب من صناعة القرار التحركات المتسارعة في الوقت الحالي تهدف إلى ترتيب وضع ما بعد انتهاء الحرب واستعادة سلطات الدولة وأوضح المصدر أن ترتيب وضع اليمن لما بعد الحرب قد يكون أهم من إغلاق ملف الحرب لأن اليمن تنتظره خطوات غاية في الأهمية بعد أن تضع الحرب أوزارها حتى لا يدخل البلد في أتون حرب أهلية وفي دوامة صراع جديدة اختلافاً على الغنائم أو على تقاسم السلطة وأشر إلى أن جميع الأطراف المتحاربة اندمجوا في ترتيب وضع اليمن لما بعد الحرب ما عدا الرئيس المخلوع علي صالح الذي أجمعت كل القوى المحلية والإقليمية على إبعاده تماماً وأفراد أسرته من المشهد السياسي المقبل في غضون ذلك ذكرت مصادر موثوقة للقدس العربي أن الترتيبات غير معلنة ستكشفها الأيام القليلة القادمة بدأت معالمها تتضح من خلال التحركات الميدانية المبهمة والتي تتجه جميعها نحو هدف واحد وهو وضع اللمسات الأخيرة للتسوية السياسية القادمة التي تسعى الأمم المتحدة إلى إنجازها خلال المباحثات اليمنية اليمنية في الكويت الشهر المقبل إلى صحيفة العربية الجديد والتي عنورت أيضاً بخصوص الشأن السياسي التهديئة اليمنية تترسخ والغارات تتكثف ضد القاعدة وداعش قالت الصحيفة نجح اختبار التهديئة إثر التفاهمات المباشرة بين السعودية والحوثيين للأسبوع الثالث على التوالي الأمر الذي تعزز يوم الأحد بالإعلان عن عملية تبادل أسرى جديدة وترى الصحيفة أن الحرب تتجه شيئاً فشيئاً جنوباً باستهداف مسلحي تنظيم القاعدة الذي يسيطر على مدن عدة في جنوب البلاد وتؤكد على التوجه نحو التهديئة وتعميمها رحبت دول التحالف باستمرار حالة التهديئة في إطار تطبيقها لخطة إعادة الأمل وأعربت عن أملها في بدء التهديئة في مناطق الصراع داخل اليمن وهو أول بيان رسمي لقوات التحالف يعلق على ما أعلنه المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ودى الشيخ أحمد عن وقف إطلاق النار بمختلف جبهات القتال في البلاد يبدأ من العاشر من إبريل المقبل وعن الجبهات الداخلية الأخرى قالت الصحيفة إن المواجهات المسلحة لا تزال مستمرة بشكل يومي خصوصا في محافظة تعز التي تمكن الحوثيون في الأيام الماضية من إعادة حصارها من المنفذ الغربي بعد أسبوع من فتحه من قبل قوات الشرعية وتتواصل المواجهات في أطراف مأرب والجوف وشبوة في غارات أو محدودة للتحالف ينفذها في المناطق القريبة من المواجهات لقد فشلنا تحت هذا العنوان كتب غسان شربل مقاله في جريدة الحياة لندنية ويقول الكاتب هل نحن مجرد جزء من هذا العالم أم نحن عبوة ناسفة مزروعة في أحشائه هل نحن حي طبيعي من القرية الكونية أم نحن حي الانتحاريين فيها وهل الغرض من هذه المذابح الجوالة إلحاق الجاليات العربية والإسلامية في الغرب بقاموس النحر والانتحار هل نريد الدفاع عن لوننا وهويتنا أم نريد فرض هذا اللون على الآخرين وهل الخيار الذي نعرضه على الآخر هو أن يشبهنا أو ننفجر به لتختلط أشلاؤه بأشلائنا وهل صحيح أننا لا نشعر بالطمأنينة إلا إذا رأينا شوارع العالم الآخر متعثرة بالجثث والزجاج المطحون هل يحق لمن وفد إلى دولة واستقبلته وعثر فيها على سقف وعنوان ومساعدة اجتماعية ورعاية طبية أن ينفجر في شوارعها لأنها لم تعتنق لونه وقراءته وأسلوب تفكيره ومعيجته وهل يخفف من الإثم الحديث عن البطالة وتعثر الاندماج وهل يحق لموتور قتل الآخر لأنه لا يشرب معه من النبع نفسه وهل يحق لنا أن نواصل الحفر في مناجم التاريخ لنتكئ على ظلم لحق بنا في حقبة سابقة فنبرر به مجزرة بحق أبرياء في دولة فررنا إليها هربا من مستبد أو حرب أهلية ومن أعطانا الحق في أن نملي على آخرين شكل أنظمتهم وقيمهم وأسلوب حياتهم لقد فشلنا هذه هي الحقيقة التي لم يعد ممكن إخفاؤها أو التستر عليها فشلنا في بناء دولة طبيعية دولة تعيش ضمن حدودها دولة مؤسسات تنهمك بتحقيق التقدم والتنمية وتوفير فرص العمل وفرص المشاركة لأبنائها دولة تتعاون مع جيرانها ومع العالم من دون أن يكتسحها الرعب أو يأسرها الحقد وفشلنا أيضا في بناء مواطن طبيعي ينتمي إلى اللحظة الحاضرة من عمر العالم وتطوره المتسارع الوتائر صحيفة الخليج عنونت في أحد صفحاتها صحيفة أو القاعدة في اليمن على قائمة أهداف التحالف العربي تقول الخليج أضاف التحالف العربي للسعادة الشرعية في اليمن تنظيم القاعدة إلى قائمة أهدافه حيث قصفت طائراته مواقع لتنظيم الإرهابي في زنجبار وجعار بمحافظة أبيان للمرة الأولى مما أسفر عن مصرع خمسة مسلحين في التنظيم وبخصوص محافظة الجوف أكدت مصادر في المقاومة الشعبية أن تصعيد القوات المشتركة بدعم من التحالف العربي للعمليات العسكرية الموجهة ضد الإنقلابيين تسبب في انحسار مواقع تمركوزهم في محافظة الجوف والتسريع بتحرير العديد من المناطق التي كانت تمثل نقاط تماس معقدة وأكدت المصادر للخليج أن الانقلابيين فقدوا القدرة على تعزيز صفوفهم نتيجة قطع طرق إمداداتهم من قبل الجيش الوطني والمقاومة رجحت أن يتم تحقيق الحسم العسكري وتحرير المحافظة بالكامل قريبا نظرا للتقدم الذي تحرزه قوات الجيش الوطني والمقاومة وانهيار معنويات الانقلابيين إلى صحيفة الحياة نقلت عن محافظ مأرب سلطان العرادة قوله إن هناك ثلاث أسس للحوار بين اليمنيين والخروج عنها تغريد خارج السرب واعتبر العرادة في حوار مع الحياة أن أي حوار مقبل بين اليمنيين يرتكز على المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216 كما حذر محافظ مأرب من أن أي حوار أو تفاوض يبقى أو يبقي على سلاح الميليشية أيًا كان فهو بمثابة القنبلة ترجمة نانسي قنقر